نروح لأخبارنا والبداية مع القلع الحمراء وموسيماني بدأ خلاص يرتب أوراقه في فترة اللي جاية من جديد لاستكمال البطولة بمواجهة قوية قدام الترجي في شهر يونيو القادم في نص النهائي لكن في نفس الوقت دماغه شغالة وبيفكر في الصفقات والخطوط اللي محتاجها الفريق الفترة القادمة خلال فترة الانتقالات الصيفية اللي جاية عرفنا بقى احنا هنا في ستين دي ان الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني طلب لجنة التخطيب بالنادي الاهلي بدرورة تعودت كل من السلاسي عمار حمدي واحمد عبدالقادر واحمد ياسر ريان لصفوف النادي الاهلي مرة تانية لانه شايف ان دول طبعا غير انهم طبعا من نجوم الفريق شايف انهم تقلقوا في الفترة السابقة مع النادي الاهلي في شايف ان هو الفترة الجاية طبعا يعني احنا شايفين احمد ياسر ريان المعار لفريق سيراميكو كيلو باترا تقلق بشدة في الفترة السابقة وقدر ان يحرز 11 هدف من أصل 19 مباراة بالدوري وتربع على عرش صدارة الهدفين كمان عمار حمدي تقلق بقميص النادي سموحة طبعا المعار نادي سموحة وقدر ان هو يثبت عفوا الاتحاد السكندري وتقلق مع الاتحاد كمان احمد عبدالقادر كمان في الفترة الاخيرة متقلق واحرز الكثير من الاهداف